يعني عسيت حالي يعني جسمي صار بصر حالة مستية يعني؟ لا جسمي صار ثقيل يعني 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 شلون يعني حركة اللسان وحركة الكلام صار بطيء ويعني طلعونا فوتونا لعند النقيب طبعا النقيب قادم نفس الأسئلة بالتحقيق الأول نفس الشي فآخر شي يعني قلت له يعني أنا بتذكر أني قلت له قلت له عرض علينا بدي خلص حالي يعني أنا يعني صار يحكي يقول له يعني ثلاثة يام أنا سمعته بإثني قل له ثلاثة يام إذا ما عترفه صفيهم صفيهم يعني قلت لهم صفيهم يعني قلت لهم يعني طبعا ما بعرف أنا هنا بديوا يساوي شي ولا طريقة مشان التخويف أو وأنا انتهيت يعني أنا رجلي من تحت تفتحوا يعني يعني خالص يعني وضعي منتهي نهائيا فقلت له أنا عرض عليه عرض عليه الضابط ما هو فقط وخفت له أخبر عنه ويطلع عنه شي مو صحيح أو شي ف قال لي مو صحيح أنت ما تكذب رجع قتلنا كمان ما رجعت قلت له نفس الحكي رجع نزلنا على الشبح نزلنا على الشبح تقريبا شي ست ساعات هون يعني نهاية نفس الطريقة شبح وضرب كل شوي كل ما الساعة ربع ساعة يجي اللي يفوت على الحمام يضربك اللي بده ي اللي أي واحد يفوت لجوة بده يضربك تعني أي واحد يعني يفوت يطلع يشوف في أعلم مشبوحين بده يضربون شي ست ساعات تقريبا بعد بعد الشبح تقريبا دينيال دينيال كانت طلعنا على رجع طلعنا على التحقيق ما قلت له يعني قلت له نفس الحكي قلت له أنا قلت لك اللي عندي أنه أنا أعرض علي الضابط وموافقت يعني بدي خلص حالي يعني يعني تقريبا صرت نصف ميت ف المهم كمان أنا صديقي ما بعرف يعني لحد الآن ما بعرف شو صار معه شو اعترف شو حكي ما بعرف يا حتى لو ما طلعنا من السجن يعني أنا ما سألته وهو ما حكالي وما حتى لو سألوا ما رح يحكي ف خلصنا رحنا على التحقيق حكيت كل شيء مثل ما قلت له المهم قال خلص نزلون نزلون على الزنزانات طبعا نحنا ما بنعرف شو السجن وشو فيه جوات السجن ما بعرف نزلونا طبعا تسحب وضرب نزلونا على السجن السجن طبعا اول ما تفوت لتحت القبو بعد ما تقطع اول شي في في كاريدور او مسافة 20 متر هاي طبعا الزنزانات الانفراديات هاي هون بيظلوا المساعدين يروحوا يرجعوا غرف المساعدين كمان جنب اول شيء بعدين الزنزانات الانفراديات والحمامات صارت بالنص طبعا تفوت لجوة بس فتنة لجوة بس فتنة لجوة حاطين بين الزنزانات ولا بالشيء اسمه ولا ذلك بيسمونه المهاجع غرف هذيك الجماعية بسموها الجماعية او الجمعية او المهاجع فرفعوا شو اسمه عن وجهي عن نحن نقولها نحن نقولها طماشية رفعوه عن وجهي يعني انا منتهي بس يعني الواحد بشوف يعني ف بعثنا انا ما يعني فرزون هنا لما يكون فيه شخصينا بنفس القضية نفس الشيء يفرزون عن بعض ما يحطون مع بعض انا حطوني بجمعية الجمعية الثانية وهو حطه بالجمعية الثالثة انا انا فتح الباب فتح الباب طلعت ضوء اصفر ضوء الجمعية تقريبا المساحة اربع خمس امتار خمس امتار ما بعرف يعني ما كنت فتت لجوه ولا فيه جوه العالم فوق بعض فوق بعض فوق بعض فوق بعض لما فتت لجوه يعني بعد ما سألوا قالوا عن العدد قالوا شخص قديش العدد عندك قبل ما يفوت الشخص فيه واحد مسؤول عن المهجع هو نحن بحط واحد مسؤول عن المهجع مثلا يدخل الاكل لجوه يعني مثل ما تقول يحكي لهم كل شي يعني يقول لهم الصورة اللي جوه بالمهجع سألوا قالوا ستة وثمانين وعن ستة وثمانين شخص مسافة خمس امتار خمسة اربع ونص وخمسة يعني يعني الشخص ثمانين شخص ستة وثمانين شخص وأنا السبعة وثمانين فتت لجوه طبعا الواحد لما يفوت لجوه العالم كلهته يعني عالم كلهته مظلومة يعني شايف الظلم وبيعرفوا وبيعرفوا أول ما يفوتوا الواحد من التحقيق بيعرفوا شو وضعوا طلع جوه أجوا عليه العالم مي جابوا لي مي وصاروا يشوفوا الجروح طبعا المسؤولة عن الجمعية بيكون عنده دوة من الدكتور الدوة ممنوع جوه بس أحيانا يطلبوا دوة من الدكتور فبيخبوا له الأشآلات الضرورية يعني لما يكون مثل يجي واحد الجاي من التحقيق يعطون يعني مثل مسكن أو مضاد التهابات فأجوا جابوا لي المي وغسلوا الدم نشفوا الدم جابوا لي مسكن ألام أعطوا لي مسكن ألام أنا مفاتي جديد يعني حطوني مكان لحالي طبعا ما في مكان يعني العالم كان بيسوي بالدور الواحد اثنين بيطلع لهم تقريبا يعني محل الواحد يقعد على بس يقعد هيك الواحد واقف فوقه يدبر حاله يوقف فوقه صير تبديل واحد يقعد ست ساعات واحد يوقف ست ساعات وهيك بالدور يعني أنا بعد ما صار لي أول يوم ثاني يوم يعني ارتاح جسمي صار تقدر أحرك حالي شوية فحطوني جوه مع العالم اللي جوه بصوفين ف أنا أول ما أول يوم يعني ما ما بتذكر يعني ما قلت لك يعني هاي الشغلات بعدين يعني قعدت طبعا في واحد واقف فوقه لك عليكم مسافة يعني الأرضية بلاط يعني البلاط البلاط الوحدة عشرين سنتي كل شخصين بلاط ونص يعني مربع يعني شي ثلاثين سنتي مربع ف يقعد القاعد أنا والشاب اللي كان معي يعني كان كان مكان قاعد أنا وهو واقف يعني يعني صار أنا يعني الشاب يعني الواحد ما بيقدر يضع الواقف يعني ستة أو سبعة أو ثمانية أو ساعة فبدي أوقف يعني صار ما أقدر أوقف أوقف أدبار تحايا على رجل واحدة على طبعا في عندك كمان الحمام جوه والتواليت من من المساحة هاي تبعا يعني تقريبا يأخذوا متر ونص مترين تقريبا الحمام والتواليت أخذين من مساحة الغرفة طبعا الواحد كان يعني التعبان يعني ومنتهي وضعه يروح يقعد بالحمام وبالتواليت عشان يعني يقدر يقعد على ما يضعوا واقف على رجليه يعني همه كمان بيخلينه فاضي بالحمام وبالتواليت ما بيخله حدا يفوت لجوه غير اللي عم يجي جديد من التحقيق ويكون تعبان ورجلي يعني مضربين يقعدوا جوه مشان ما هي طبعا الحالة سيئة جوه محمام داخل السجن يعني الريحة غير طبيعية درجة يعني كان لما دخلت على السجن كان يعني الصيف لما كنت بالشبه كنت يعني أبرد لأنه مي وشبابيك مفتوحة يعني تنزل عليك مي من البواري فتبردت يعني بس بالجمعيات بالمهجع الجمعية اللي فتت عليها أنا هي الوحيدة من خمس جمعيات هي الوحيدة من خمس جمعيات اللي ما إلا شباك على الخارج كان في جمعية الأولى كمان صغيرة الجمعية الأولى مو يعني أصغر من من الثاني أنا كنت بالتاني الجمعيتين هذول بدون شباك على البر على الخارج الجمعيات الباقية لهم شبابيك على على الخارج بس يعني متسكرين شبابيك بس في شبك بس شبك يعني بيفوت هواعي الجمعية بس يعني العالم قاعدة فوق بعضها والدنيا صيف ودرجة الحرارة يعني دائما مرتفعة يعني العالم تعرق أنا قاعدت بالحمام السقف طبعا فوق السقف فوق السجن الجمعيات والشو في فوق في فوق الحمامات تبع الطابق الثاني تبع الضباط والعساكر والحمامات صغيرة فوق تنزل الماء من فوق لما يكون في ماء فوق الماء تبع الحمامات البواري والبواري تبع الحمامات كمان ينزلوا على الجمعيات لتحد وينزلوا لتحد والبواري مضروبين وعم تنزل الوصخ ونجاسة من البواري على العالم و أنا كنت أول شي قاعد بالحمام يعني أول يومين قاعد بالحمام يعني الماء اللي بتنزل له فوق مو مثل الشي اللي عم يجي على الحمام عم يجي يعني يعني عم تيجي كمية كبيرة على الحمام لأن التصريف تبع الماء بالحمام عم تيجي كمية كبيرة من بعد ما رحت قاعدت جوه بين العالم يعني تحسنت شوي أنا بعد فترة قاعدت بين العالم جوه في العرق و المتعرق العالم يعني شو الهبسين بس السليب و الدنيا حارة يعني درجة الحرام ورتفع أو تحت الأرض وما في تهوية طبعا هني واصلين على كل الجمعيات في مثل ما يقولوا له هذا اللي يجيب هوا من بره هذا يجيب هوا من البره يدخلوا لجوه هذا مشان مثل مكيفة أو شي هذا هذا بيسم يعني للعقوبة يعني بيشغلوه ولما بدأوا يعقبوا السجن بيطفوه وأغلب الأوقات طافة يعني يعني ما بيشتغل أحيانا بيقول لك خربان أحيانا يعني ما بيشغلوه كثير فالعالم تعرق ففي عالم يعني ما بينام يعني مثل ما جيت أنا أول يومين أول يوم يومين ما نمت يعني يعني شيء مستغر بالشيء يعني ما مو مصدق يعني فتيجي عالم يعني في عالم يجو يظل فيق يوم يومين ثلاث ما بينام حتى لو قاعد في عالم متعودة يعني القديم متعود يعني خلاص بده ينام مشان ما هي لأن العالم اللي عم تجي جديدة بيظل فيق يومين ثلاثة يعني كان بيضيع بيضيع عقله يعني ما بيصير يحكي بيصيح بيضيع عقله يعني ما عن جد أنا شفت عالم يعني بيضيع عقله يعني مثل مجنون بيصير يصيح يحكي بيمشي فوق العالم العالم فوق بعضه يعني في عالم أنا تطلع العالم ما في غير رأسه مبين واحد يعني الأشخاص ما في غير رأسه مبين من كثرة العالم الرجلين العالم فوق بعض العالم يعني شي ما بيتصوره الواحد ما بيقدر يتخيله يعني بعدين قضيت فترة طبعا في مكان اسمه برا هذا بيقوله التنفس هذا نفس الزنزانات تكمل كمان مساحة تبع زنزانات تبع المهاجع تكمل تطلع لبرا ارتفاعه شي 20 أو 15 متر من فوق كله شبك شبك مصلب كله تصليب شبك وع السماء يعني مفتوح هذا اسمه التنفس طبعا لما فت لجوا أنا هذا هو مسوينه مش هينظلوا يطلعوا العالم اللجوا الجمعيات يطلعون التنفس ويرجعون فهذا السجن معبئ يعني يعني أنا الجمعية اللي كنت فيها أول شي مثل ما قلت لك 5 متر 4 ونص أو 4 يعني فيها 86 واحد وكمان الجمعيات الخمسة الثانية يعني نفس الشي وأسوأ وبالتنفس الزنزانات المنفردات هي على اساس المنفردة المنفردة فيها 6 أو 7 أحيانا توصل للعشرة حسب معالم حكونا لأنه أول العالم أول ما تيجي تفوت على المنفردات بعدين بالتحقيق بفوتوا على المنفردات بعدين بس يخلصوا التحقيق وفوتوهم على الجمعيات مشان ما يصير حكي مثلا بالتحقيق أو شيء ما يرجع على الجمعيات حطهم بالمنفردات الواحد لحتى يخلص التحقيق وفوتوا على الجمعيات فلما يجي الطبيب أنا رجلي يعني من العرق والمن تحت رجلي يعني من الضرب يعني صار فيها دم عبت دم وانفجرت انفجرت كانت انفجرت بعد يوم يومين صارت صارت تعفن يعني صارت يعني توجعني واحد جسمي يعني اللحم يوجع فصارت تعفن يطلع ريحة اللحم ريحة ف طلعت يجي الدكتور اول يوم يومين ثلاثة اربعة يعني المسؤول على الجمعية بيقول له يطلعوا انا في عندي عندي هذا الوحيد هذا انه لما يطلع لبرة يعني جو ناشف موك تلجو على طوله ارطوبة وعرق ومي يعني مستحيل يعني انه بدون عرق يعني مستحيل اذا ما يكون جسمك كله عرق ورطوبة ف اربع خمس ايام فترة خمستاش يوم اجا الدكتور قال طلع شوفي عندك مرضانين ما بيقدر يضله هون على التنفس طبعا الدكتور يجي يقول ف اجا طلعنا ما طلعت طلعت على التنفس يعني انا قعد كل هالفترة وافكر انه التنفس يعني شغله احسن من الجمعيات طلعنا الى برة طلعت على التنفس والا التنفس العالم يعني التنفس تقريبا طول وشي شي 30 متر 35 متر طول عرض شي 10 او 12 متر العالم جوه شلون جوه بقلب الجمعية نفس الشي كمان بالتنفس طبعا ما كان في حماوات بالتنفس على الجنب الواحد من الجناب في محفور حفرة مثل النهر هاي العالم بيقضي حاجاته هناك بنفس المكان اللي بنامه في عالم بتنام جنبهم ما في يعني في عالم بتنام جنب هناك تقضي الحاجات في عندن براميل بنفس التنفس في عندن براميل بفوتوا بعبون بفوتون على الجمعيات اللي جوه ويكبون بالجمعيات هاي الحاجات تقضي حاجات العالم فوق بعضه يعني انا كمان اول يوم يومين بالتنفس يعني ما حدا لحد كل واحد يعني يعني كل واحد عنده همم كل واحد مضروب كل واحد المجروح المضروب يظلت يومين يعني افتله ادمرهم يعني ازبط حالي مكان اقعدي يعني يعني نبدل لبعض يعني اريح بعض طبعا نحن كنا بالتنفس مثل ما قطل يعني الواحد يدور على مكان مشان يقعد فيه طبعا العالم تريح بعضه يعني في عالم توقف يعني الوضع نفس وضع الجمعيات واسوب طبعا للأكل كمان نجي لأكل الأكل يعني الواحد يطلع له يعني أكل ما بيكفي الولد الصغير الولد الصغير ما يبيش يعني يعني شي قليل بس بس منشان انه تعيش يعني ما في ما في هالشيل يطلع عليك مرة بيجيبوا مرة واحد يأكل طبعا انه بيقولوا انه أحيانا بيوزع فطور وأغلب الأحيان أكثر أكثر أحيان ما بيوزع طبعا أنا ظليت على هالحالة تقريبا يعني انتقلت على رجعوا تطلعوني من التنفس رجعوني على الجمعيات و يعني انتقلت من جمعية لجمعية كانوا يسووا تنقل يعني يخافوا كانوا يعني يخافوا يعني يخافوا من السجين يعني إذا نبدوا يطلعوا واحد لبرة يكلب شوي يعني يعني يخافوا منهم خوف مطبيعي ونحنا كمان كنا نخاف منهم لأنه بيضربوا وبيسبوا وبيحكوا حكي بذيء و انتقلت المهم على الجمعيات ورجعت يسووا تبديل بين الجمعيات يعني مشان ما يصير العالم تختلط ببعض مزبوط يعني احتمال يعني هنا بيقولوا انه العالم يجوز تفكر انه تهرب فيصيروا يبدلوا العالم عن بعض يعني خربط الدنيا كلهات خربطوا يعني تجي عالم جديده كلهات ما بتعرفه وتروح على عالم جديده كله يعني ما بتعرفهم كلهات طبعا ظلت على الحالة تقريبا انا ظلت هالحالة سنة وعشر شهور يوم من ايام بعد سنة وعشر شهور اجووا طلبونا بعد سنة وعشر شهور كان فيه تعذيب لما بيكون الضابط معصب يعني الضابط المناوب المساعدة المناوب لما يكون معصب ازاي يجي ازاي يسمع الصوت جوه طبعا ممنوع الحكيم ممنوع يطلع صوت براة الباب بالحالات العادية بيطلع العالم بيقتلون دولاب كمان نفس الشي دولاب وبعدين يعني هذي الشي والنسبة لهم كمان يعني لما كنت بالجمعيات ما كنا نشوف الله ما كنت اعرف شلون المي يعبوه بمي بال التنفس مش يشربوا مي لانه كمان ما كان في مي بالجمعيات كان في حنافيات مي فالتنفس ما كان في مي بعد ما بيخلصوا الاكل بيحطوا بال بيقولون البلو تباع الاكل اللي ما يحطوا ما يحطوا الاكل بيعبو فيهم مي طبعا من الخزان في خزان بنزل مي في خزان موجود يجي المساعد شو بيساوي بيغسل وجه وبيغسل يعني بيحطوا المي بتموا بيرجع يعني بيوسخ المي اغلب الاحيان مو دائما اغلب الاحيان بيساوي هيك و يفوتوا المي اللي جوا على التنفس على التنفس يطلع على الواحد تقريبا يعني يعني شي بس مشان مي يعني مشان بالريق الواحد يعني شي شي قليل مي يعني مو كثير المهم بعد سنة وعشر شهور اجوا وطلبونا نحن هو والضابط أنا والشاب اللي معي والضابط صحوا على اسمائنا طبعا الشغلة العادية هاي اللي عندهم تغطي العيون والكلبشات بلاستيك او حديد بلاستيك البربط وربط مخروفين وفي عم بتعرفين فوقفنا يعني واحد ما بيقدر يحكي ولا يقدر يسأل شي ولا يقدر يعني لانه اذا بتسأل هنه بيضربوك عادي عندهم عادي هالضرب عادي يعني بس اذا تسأل او تحكي شي بيضربك اكثر واقوى يعني شي ممنوع لحكي اخذونا على فرع القيادة مقية الجوية مطار المزة مكان مطار المزة الجوية كمان جوية هذا في هنيك يعني هنه بيقولوا محكمة بس هاي مو محكمة هاي هنه بيسوينا يعني هنه نفسهم هنه نفسهم بيحكموا عادي بيحققوا معك بيسألوك يعني بيقولوا لك انه انت رايح على المحكمة بس مو محكمة هاي هنه بيسوينا ف رحنا اخذونا طبعا هني كان في عالم موجودين فتنا لجوة اه يعني انا بيسمع صوت ضرب يعني الشي انا بيسمع صوت ضرب اللي كنت فيه انا بيسمع صوت ضرب وصياح عالم يعني يسمع صوت ضرب والعالم عم تنضرب وعالم عم تصيح ف وقفونا واحد من المباني هو صير اكثر من المبنى في مباني قديمة ومباني جديدة يعني يعني لما كنا جوه احنا كانوا رافعين عن وجهنا مو كل الاوقات لما طلعنا لبرة مشان نمشي من مبنى لمبنى ثاني كان في مباني جديدة ومباني قديمة اخذونا طلعونا كنا نحن اول ما فتنا على المبنى اول ما اجينا حطونا شي مع اشخاص كان فيه اشخاص من مختلف المحافظات بس الاكثرية يعني كانوا من محافظة ريف دمشق المندرعة اخذونا الى جوه حطونا كلاتنا بجنزير اذا يسمو اسمو جنزير محكمة كل واحد ينربط بايد واحدة من ايد واحدة جنزير حديد اخذونا الى فوق عندنا واحد من الابنين الجديدة وقفونا طبعا كما لحساك رايحين ورجعين المساعدين وعلى الضرب وعلى اهانات وعلى حكي وعلى ف